اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح رح ينكث القمر فيها حتى تمام الساعة 22 دقيقة صباحا من صباح اليوم لأربعة ثمانية تسعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الغفر وهي منزلة موجودة في برج الميزام وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفيه طبعا بالنسبة للقمر بما انه من الآن ولغاية ساعات الصباح هو موجود في العدراء فما زلنا منكتسب من صفات برج العدراء او بيأثر علينا تأثيرات برج العدراء اكثر وخصوصا انه مع ولادة الهلال فبتكون الصفات هاي هي اللي مسيطرة خصوصا للفترة القادمة يعني مع صفات الابراج الاخرى لما بنتقل القمر لالها تضاف الها هاي الصفات منعود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك لا شاردة ولا وردة دون تفحصها نجد ان عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن يعني نتفقد انفسنا او نتوهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبأسعن اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا في زاويتين احنا ذكرناهم بالامس رح نذكرهم اليوم لانه تأثيراتهم بعد بث الحلقة اليوم برضو وعشان هيك رح نذكرهم مع خلو المسر طبعا بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة مساء من مساء هذه الليلة اللي هي ليلة الثلاثاء على الاربعة طبعا التوقيت كله بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا هاي الزاوية على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة عما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منكون فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار زي ما حكينا بيبدأ الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء هذه الليلة اثلاثة على الاربعاء يعني بتوقيت الاردن من زي ثلاثة ساعات يعني الساعة 10 و 23 دقيقة مساء بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى صباح يوم الأربعاء يعني لغاية الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش يعني بتوقيت الأردن للساعة 26 دقيقة صباحا لينتقل القمر لبرج الميزان هذا يعني أن الفترة المذكورة هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسر طبعا زي ما حكينا أن القمر بصير في الميزان الساعة 23 دقيقة صباحا وتأثيرات القمر بتصير مثل ما حكينا أنه منوخذ من صفات برج الميزان أي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا الزاوية الوحيدة اللي راح تصير بعد انتهاء خلو المسار أو بعد الانتقال كامل هي في زاوية وحيدة بتصير في ساعات العصر ولكن تأثيراتها بتبدأ من تقريبا ساعة الصباح وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 24 دقيقة بعد العصر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة 10-9 بيبدأ في تمام الساعة 24-47 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6-4 دقائق صباحا لا ينتقل القمر لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر هو القمر الهلال يومين في تمام الساعة 24-28 دقيقة صباحا بصير ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 اليوم منتحسة بنسبة 25% القمر في العذراء بدي ينتقل الميزان حتى يوم 10-9 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 20% ولكن في ساعات الصباح يعني أول الانتقال بصير سعيد وساعاته بتصل لساعات الظهر 85% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجح حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء شوي هي ضغطة لأن القمر الآن في مراحل مقابلة يعني البيت السادس بده يصير في البيت السابع بعدين دي نتقل للبيت الثامن طبعا اليوم رح ينتقل من البيت السادس للبيت السابع البيت السادس اللي هو مسؤول عن العمل وعن الصحة والاهتمامات فيما يخص هاي الأمور فحاولوا من الآن لغاية ساعة الصباح إنك فقط تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم وتنتبهوا لصحتكم فيه منك رح يهتم في بعض المواضيع الصحية أو العلاجية أو الاستشفائية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أهم شيء منكوا ما تبالغوا في جهدك الجسماني بدكوا تنتبهوا لغذائكم لراحتكم لغاية ساعة الصباح طبعا طلت النهار لأن القمر المقابلة في ساعات الصباح طبعا بتصير الأجواء لأنه بتتغير بصير اهتمامك بالشركاء شركاء العمل شركاء العاطفة الأجواء جيدة لها عملية الترابط أو تعزيز العلاقة مع الشركاء أو التواصل مع الشركاء حتى بأمور لها علاقة بشراكة جديدة فهي ممتازة ولكن طاقتك لأنها ضعيفة ممكن تتعقد بعض الأمور تطرأ بعض البلبلة حاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم حاول أنك تعالجها بموضوعية وبتقديروا بالكم من القطيعة والدعاوة القانونية لأنه بالفترة هاي طاقتك لأنها ضعيفة خصمك بكون أقوى منك وأي عراقيل ممكن أنها تستفزك برج الثورة طبعا القمر في البيت الخامس وبدأ ينتقل للبيت السادس البيت الخامس اللي هو إلو علاقة بالأمور العاطفية وعلاقتك بالأحباب والأبناء فعشان هيك بتظل الأجواء جيدة ورغبتكم قوية في التقرب من أحباكم أو الاهتمام فيهم حتى بأحد الوالدين ممكن حتى ممكن تتذكر قصص عاطفية أو أحباءك بالفترة هاي فعشان هيك الرغبة بتكون جياشي للأمور العاطفية بشكل كبير من الآن لغاية ساعات الصباح فبمكان كنت تعززوا العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا من ساعات الصباح طبعا القمر رح يتحرك بلا البيت السادس المسؤول عن العمل وعن الصحة فعشان هيك رح تجدوا أنه شوي الأعمال بتكثر في هاي الفترة ممكن تتراكم بعض الأعمال أو تجدوا صعوبة في إنجازها بتكن تنتبهوا لصحتكم برضو بشكل مركز أو صحة أحد المقربين لإلكم ممكن أنه تتراكم عندك الواجبات أو تجد أنه في أكثر من عمل في نفس الوقت صاروا فبتلاجد أمور صار فيها نوع من أنواع صعوبة ممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء أنك تدير بالك على وضعك الصحي تراقب وضعك الصحي ما في مخاطر لأن القمر سعيد ولكن ممكن صحتك أو صحة أحد الأحباء تكون بحاجة للمتابعة والرعاية برج الجوزة بما أن الأجواء كانت ضاغطة في اليومين اللي مضوا لأن القمر كان في البيت الرابع المبارح يعني شوي كان أخف الضغط نجد أن الأجواء ما زالت إلها علاقة بالبيت والواجبات والمسكن بعض الأعطال بعض الاهتمامات العائلية أو بالمقربين من العائلة أو اجتماعات عائلية في منكم ممكن صار عنده فرحة أو خبر كان سعيد في اليومين هذول أو اهتميته بأفراد العائلة بشكل مميز طبعا الآن الأجواء تتغير شوي شوي مع ساعات الصباح لأنه من الآن لغاية الصباح بيظل نفس التركيز له علاقة بالبيت والمسكن والأعطال الصيانة تعاون أفراد العائلة في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم أكثر في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدكم الاتصالات واللقاءات خلال هذا اليوم حاولوا أنكوا تلطفوا الأجواء حاولوا أنكوا ترجعوا العلاقات لطبيعتها مع أحباكم مع أبنائكم مع أهاليكم والديكم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات القمر اليوم سعيد بقوة عالية جداً فعشان هيك رح تكون قاقة اليوم ممتازة جداً وجود القمر في هاي المنزل يحاول أنك تستثمرها وتستغلها بإمكانك اليوم تحل كل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة في الأيام الماضية أنها تنحل فالفترة هاي إيجابية حاول أنك تنطلق برج السرطان طبعاً ما زال النشاط موجود في تنقلاتكم باتصالاتكم امتحاناتكم سرعة البديهة قدرتكم على الإقناع رغم أنك بتحس ببعض التشتت أو فيه هيك نوع من أنواع التشتت الذهني عندك أو عدم التركيز إلا أنه أنت بتقدر تنجز كثير من الأمور وخصوصاً اليوم كانت أحسن من أول أمس وبكرة طبعاً من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء أحسن فبتظل الأجواء مناسبة للامتحانات للنقاشات للحوارات إعلاقاتكم مع إخوتكم مع الجيران الإتصالات والسفر الاهتمام بالسيارات بالهواتف كلها هاي ممتازة ولكن مع ساعات الصباح طبعاً رح يصير شيء له علاقة بالوضع المنزلي أو العائلي فعشان هيك تفضلوا اليوم التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أكثر أهم إشي أنكم تتجنبوا توبيخ أحباكم أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية خلال هذا اليوم بدك تواجه الأمر بمنطق وحاول إيجاد تسويات يعني بتحمي حقوق الأطراف كاملة وحاول أنك ما تفرض رأيك فيه برضو رغم هيك أن الفترة هاي ممتازة للتنقلات والاتصالات والضل بشكل كبير برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء جيدة لبعض المكاسب المالية رغم أنه فيه بعض المصاريف أو بعض الضغوطات اللي تراكمت عليك من الفترة الماضية اليوم برضو فيه مجال من الآن لغاية ساعات الصباح أنك تحصل على بعض المكاسب أو الهدايا ممكن تيجي من عمل إضافي مسترد ثبات دعم ترتيب ميزانيتك ولكن مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم اليوم النشاطات على حسب حق الإختصاصك يعني على حسب عملك طبيعة حياتك إيش شي فرح يكون فيه نشاط بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أو موقفك أهم إشي أنك ما تتردد بالتحرك الأجواء جيدة على جميع الأصعد إلك مكانتك إلك حضورك طاقة عالية كبيرة موجودة فحاول أنك أنت برضو تتحرك برج العذراء طبعا ثقاتكم بأنفسكم صارت عالية أكثر من الأيام الماضية لأن القمر الآن ألقى نور بالكامل عليكم وكمان تقريبا يعني مجموعة كبيرة من موليد برج العذراء يجع عيد ميلادهم يعني تقريبا وصلنا إحنا للمنتصف يعني ضايل تقريبا النصف الآخر من موليد فعشان هيك كل ما يجع عيد ميلاد شخص منكم تتحسن الأجواء بشكل أحسن واليوم برضو مع وجود القمر برضو ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بقدروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية أكثر في ساعات الصباح طبعا رح يصير التركيز على الوضع المالي على ضبط الميزانية بتعيدوا ترتيب الأمور أهم إشي إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب أهم إشي إنكم ما تبلغوا بمصاريفكم بتكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة والحوارات ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية اليوم فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وحاول يعني قدر الإمكان ما تغامر كثير ماليا برج الميزان يعني موليد برج الميزان مش عارفين بدهم من وين يتلقوا أو يتلقوا الصدمة أول إشي الشمس موجودة في العذراء بيت متاعبهم فضغط عليهم بشكل كبير والقمر برضو موجود في بيت المتاعب وكان ضغط عليكم أو ما زال ضغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك نفسيا أنتوا شوي مضغوطين هذا يوم آخر كمان من الآن لغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز أعمالكم أو ما لديكم من عمل متراكم حاولوا إنكم بس تكونوا روتينيين طبعا رح يطرق تغيير للأفضل على صحتكم مع ساعات الصباح لأن القمر رح ينتقل وصير عندكم فجايين على مرحلة ممتاز إن شاء الله بتستعيدوا من خلالها حماستكم ممكن تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ممكن تقوم بتقوى نسبة النجاح عندك بشكل أكبر تشتد عزيمتك بشكل أكبر ورح تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك فعشان هيك إذا عندك أشياء ضررية أو مهمة حاول إنك تصحى بكير وتكون نشيط وتعرف كيف تستغل هذا اليوم بمكاسبه ومحاسنه برج العقرب طبعا العقرب معروف إنه الآن أنتو يعني عنكو شوية بعض بعض الاهتمامات أو الاهتمامات بتعزيز صداقاتكم وعلاقاتكم مع أصدقائكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق أو منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ومزالت الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الصداقة وعلاقات المعارف أو العلاقات الاجتماعية ككل ولكن مع ساعات الصباح بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه القمر رح يصير في الميزان بيت متاعبكم فرح يمر عليكم يومين شوي فيهم نوع من أنواع الصعوبة نفسيا ممكن توصل جسديا صحيا يعني لبعضكم اللي عندهم أمراض مزمنة بدهم ينتبهوا بشكل جيد أهم شي أنه بالفترة هاي لا توقعوا على عقد لا تبدأوا عمال جديد هاي فترة فارغة من الحظ بدكو تحلل الأمور بهدوء حاولوا أنكو تبتعدوا عن الأضواء شوي هيك لحد تستقر الأجواء لا تقرروا على شي عشان ما تخيب أمالكم حذروا من البلبل والالتباسات في هاي الأيام الأهم زي ما حكينا اللي عندهم بعض الأمور الصحية بدهم يراقبوها بشكل جيد برج القوس طبعا بالنسبة لما وليد برج القوس القمر ما زال في بيت السمعة فعشان هيك بتظل الأجواء لها علاقة بعملكم بسمعتكم معارفكم علاقاتكم فهذا يوم مناسب يعني أو الوقت المتبقي من الآن لغاية ساعات الصباح خصوصا للي عندهم بيكون نهار مناسب لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم ممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة طبعا ولكن دون مغامرات أو مجازفات أو مخالفة قوانين حتى ساعات الصباح أو حتى مخالفة القوانين مش لساعة الصباح على طول ما تخالفوش قوانين أما في ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير شوي ممكن تلتقوا الأصدقاء يصير الجو مرح شوي حابين يترفوا عن أنفسكم أكثر بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يطمئن بالكم وممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي إنكم ما تستسلموا حاولوا إنكم تكرروا المحاولات حاولوا إنكم تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الجمعة لأن القمر رح ينتقل للعقرب رح يصير في بيت متاعبكم فشوي رح يكون فترة فيها نوع من أنواع الضغط عليكم عشان هيك يحاولوا تستغلوا هاي الأيام برج الجديد طبعا الأجواء ما زالت جيدة من الآن لغاية ساعات صباح تنشطوا في كل المجالات اللي إله علاقة في البيت التاسع اللي هي الدراسة الجامعية أو الأمور اللي إله علاقة بالسفر البعيد وأوراقها للاتصالات لسيما البعيدة مع التعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد القضايا القضايا والأوراق القانونية كلها هاي الأجواء يعني بتحوم حواليها وبرضو ممكن تشعر بقوة العاطفي وتجاوب أحباكم معكم فالأجواء ممتازة على كل الأصعد اللي إحنا ذكرناها لغاية ساعات الصباح ولكن أثناء قيادة السيارة على طرق المفتوحة بتكنت انتبهوا أثناء القيادة يعني في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة لبيتك العاشر فعشان هيك ممكن تنجحوا بالمحافظة على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا اليوم لعدة تجارب مهمة أهم شي أنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول أنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن قدم أفضل المستطاع ممكن الفترة هاي يكون فيها نوع من أنواع القلق أو التوتر ولكن إذا اجتهدت وإذا التزمت بالمعايير الحفاظ على السمعة فالفترة هاي ناجحة وفيها كثير من المزايا والمكاسب بورج 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 من النفق ومن النفقات أو بالاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد بتصير الفترة هاي مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان حتى اللي عندهم قضايا قضائية بتصير الأجواء لصالحهم لصالح برج الدلو طبعا ممكن تبدأ عمل أو دراس جديدة في هاي الفترة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم شيء أنك ما تخشى شيء حاول أنك تثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبرضو مناسبة لأمور السفر والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد برج الحد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فبتظل الأجواء جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن زي ما حكينا أنه بدك تدير بالك أنه طاقتك ما زالت ضعيفة لأنه مقابلك تماما فعشان هيك في هاي المقابلة وخصوصا أنه في خلو مسار ما بنصح بإتمام توقيع عقود تجارية أو شراكة جديدة أو خطبة أو زواج في فترة خلو المسار وابعدوا عن المشاكل عارف أنه الفترة ضاغطة ولكن مع انتقال القمر في ساعات الصباح للبيت الثامن بتتغير الأجواء شوي بتصير أحسن درجة فبتنهمك في عدد تنظيم أموركم المالية وخصوصا المشتركة أهم شيء أنه ما تهمل صحتكم الأجواء رح تتحسن ورح تصبح أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أو تشعر بنوع من أنواع الراحة يعني حتى إنجازاتك بتكون تختلف أهم شيء أنك ما تتكاسل حاول أنك تسارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار الأهم أنه اليوم هذا جيد لأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة إجمالا فممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب أو تنحل بعض القضايا المالية هكو هكو شكرا